اهلا بكم مشاهدينا في تخطية جديدة في ضوء اهتمام كبير من المرضى الصائمين بمعرفة انواع الادوية اللي ممكن تفسد صيامهم عشان يتجنبوها هنوضح لحضراتكم في تخطيتنا قيمة الادوية اللي بتفطر وكمان اللي مش بتأثر على الصيام وهنوضح كمان الحاجات اللي ما بتفطرش واللي بتفطر في العموم في نهار رمضان فخليكم معنا في إطار حرص وزارة الصحة والسكان بتوعية المواطنين ومدهم بمعلومات صحيحة بخصوص استخدام الادوية أثناء صيامهم عشان لو في مريض خايف من انه ياخد اي دواء او ادوية معينة وهو صايم عشان ما تفسدش صيامه فنشرت قيمة فيها الادوية اللي بتفطر في نهار رمضان والادوية اللي لو خدوها او المرضى يعني تناولوها بشكل مستمر ما بتأثرش على صيامهم وبيكون صحيح فنبدأ باللي ما بيفطرش في نهار رمضان أول حاجة هي المحليل فوزارة الصحة والسكان وضحت ان المحليل اللي بيتم تعليقها للمريض في نهار رمضان غير مفترة على الإطلاق لأنها مش بتدخل في جوف البطن وأطرة الأذن كمان لو استخدمها المريض في نهار رمضان بيكون صيامه صحيح 100% فهي مش مفترة لأنها ما بتدخلش أيضا لجوف الصايم وكمان التبرع بالدم في نهار رمضان غير مفتر على الإطلاق وما بيأثرش على صحة الصوم أيضا وبالنسبة للناس اللي بتخاف إنها تستخدم الفرشة والمعجون وهم صايمين فأكدت وزارة الصحة والسكان إن استخدام فرشة الأسنان والمعجون في نهار رمضان غير مفتر على الإطلاق والصيام بيكون أيضا صحيح 100% وكمان أكدت إن القيء غير المتعمد لأي سبب مرة دي لا يسبب الإفطار وشددت على إن جلسات الغسيل الكلوي في نهار رمضان أيضا مش بتسبب الإفطار لأنه بيتم خارج منطقة الجوف نيجي بقى للحاجات اللي بتفسد الصوم خلينا نقول إن قطرة الأنف لو استخدمها الصايم في نهار رمضان بتفطره وبتبطل صيامه لأنها بتدخل لجوف المعدة كمان من الحاجات اللي بتفطر هي طبعا القيء المتعمد بيبطل الصوم تماما وكمان بخاخة الرابو أسندت وزارة الصحة برأي دار الإفتاء المصرية واللي قالت إن استخدمها في نهار رمضان بيبطل الصوم تماما خلينا برضو نقول إن أوضحت دار الإفتاء من خلال فتوى لها على ما يفطر وما لا يفطر في نهار رمضان إنها قالت إن الأمور اللي ما بتفطرش في نهار رمضان هي تطهير الإيد بالكحول وأكل أو شرب صايم وهو ناسي لا يفسد صومه على الإطلاق والتبرد بالماء وكمان الغسيل الكلوي والقيء غير المتعمد ووضع مرتب الشفاء ونقل الدم وبلع الريء وغسول الأذن لو لم يكن بها ثقب فمش بيوصل للجوف واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من غير ما يتسرب شيء إلى الداخل دول الأسباب اللي مش بتفطر وكمان تضوق الطعام باللسان من غير بلعه والعطور والروائح ووضع المراهم والكريمات وكمان الحؤن سواء كانت عضل أو وريد وكمان قطرة العين ووضع مرتبات للبشرة اللي هي يعني الكريمات برضو مش بتفطر أما بقى اللي بيفطر في نهار رمضان فهو استخدام بخاخة الربو واستخدام قطرة الأنف واستخدام قطرة الأنف لو تجاوزت الخياشين فهي أكيد بتفطر والتدخين ودم الحيد والنفاس والقي عمدا في نهار رمضان والجماعة أيضا في نهار رمضان وبكده نكون انتهينا من كل الأشياء اللي بتهتم وتعرفوها شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء